السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله يا شباب اليوم رح نشرح طريقة تجعل شريط المهام شفاف ومخفي فلا تنسون دعمنا باللايك والاشتراك ويلا نبدأ الشرح طريقة يا شباب جدا بسيطة كل اللي تحتاجون تسوونها تحملون أداة بسيطة من تطبيق ميكروسوفت ستور وبعد كذا تروحون على البحث تكتبون اسم الأداة بهذه الطريقة رح أحط لكم اسم الأداة بالوصف فبعد كذا تضغطون على الأداة ومن هنا تروحون على خيار get فرح تتحمل عندكم الأداة بكل سهولة فكذا الآن يا شباب تحملت عندنا الأداة تضغطون على خيار open وبعد كذا تضغطون continue فلو تلاحظون يا شباب الآن ظهرت عندنا الأداة بهذه الطريقة مشتغلة عندنا بالخلفية فكل اللي تحتاجون تسوونها تضغطون عليها وبعد كذا تروحون على كل الخيارات هذه تخلونا على clear فتفعلون هذه الخيارات وتخلونا clear فالآن يا شباب دخلنا على 6 الخيارات الأولى كلها وسوينا عليها خيار clear فخلونا الآن بس نغير الخلفية عشان يبين معنا أن شريط المهام الآن صار مخفي رجعنا لكم يا شباب الآن بعد تغيير خلفية سطح المكتب لو تلاحظون الآن شريط المهام صار شفاف فلو نستخدم أي ملف مثلا نفتح هذه الصفحة لو تلاحظون شريط المهام شفاف لكن لما تكبر الصفحة رح يبين عندك الخلفية حق سطح المكتب فهذا التغيير يا شباب اللي استخدامنا الآن في الأداة رح يكون تغيير بشكل جمالي فقط ولكن لما تستخدم المتصفح أو أي صفحة زي كده رح يبين عندك خلفية سطح المكتب فهذا يا شباب كان شرح اليوم إذا استفدتم المكتب لا تنسون دائما باللايك والاشتراك إذا حابين تعرفون أكثر على الويندوز أو التطبيقات الأخرى اشتركوا معنا في القناة نشوفكم على خير مع السلامة ترجمة نانسي قنقر